منف الكهرباء المفتوح على مصرعيه أشعل الاحتجاجات التي ترجمت قطع طرق في عدد من المناطق وحرق إطارات اعتراضا على الزياد ساعات التقنين وفيما كثرت الرسائل إلى وزير الطاقة جبران باسيل بضرورة معالجة وضع الكهرباء بدءا من التقدمي الاشتراكي إلى الرئيس نبيه برري تصاعدت حدة التصريحات التي تتهم باسيل بمخالفة القانون وبأنه يريد الصرف من الموازنة للتحكم بالإنفاق هو بيقوله اعطوني المصاري لأملكون كهرباء من دون رقابة حدا خليني يقولك أنه القانون الذي صدر قبل ثلاثة شهر حول الألف ومئتين مليون دولار نص على أمرين أولا إنشاء الهيئة النظمة خلال ثلاثة شهر وصر الطعنة ثلاثة شهر ولم تنشأ لهيئة النظمة نمرة اثنين قال هذا القانون أن التمويل يأتي جزء أساسي منه من الصناديق العربية والدولية ما بدوا هالأمر هذا الرئيسين بري والميقاطي بيطلبوا من الوفد الكويتي دعم مشاريع الكهرباء لأنه ملحة فبيجاوب رئيس الوفد الكويتي وأنا سمعته بدينتي مش أنه نقلا عن قاله جينا عند وزير الطاقة جبران بسيل قبل شهر تقريبا حتى ندعم مشاريع الكهرباء فكان جوابه أنه أنا مني بحاجة لدعم كون أنا عندي مصاري من الموازنة وفيما تنكب مؤسسة كهرباء لبنان على إعداد دراسة حول النكاسات مساواة بيروت بكل المناطق من المتوقع أن تنجز هذه الدراسة في الأيام المقبلة ليتخذ القرار إما المساواة بين جميع المناطق أو التغذية وفق نسب الجباية أنا اليوم عندي ثلاث ساعات بقعد فيهم ببيتي بل الكهرباء أنا بقعد ثلاث ساعات ما فيه موتور بالحي بأجرني ما فيه لأنه هو يحاول تغطي تفشله بمحاولة خلق نزاع بين المناطق وعضو كتلة المستقبل أن نائب عاطف مجدلاني علق من مجلس النواب على موقف باسيل واتهمه بأنه يحاول التملص من مسؤولية فشله في معالجة ملف الكهرباء إذا كانت تجربة باسيل بتوزيع المزوت المدعوم على المحاسيم هي التجربة الإصلاحية التي يريد تعميمها في تأهيل الكهرباء فلن نستغرب أن تكون النتيجة قطع الكهرباء نهائيا وبالتساوي عن كل لبنان فتيل ملف الكهرباء لم يقتصر على الشارع والمعارضة بل زاد الشرخ بين أطراف الحكومة الواحدة فهل يصعق الملف الحكومة التي ستدرسه في جلستها المقبلة؟